أعلنت جماعة الحوثي في بيان بأنها سادفت قاعدة عسكرية إسرائيلية في تل أبيب بصاروخ باليستي تفوق سرعته سرعة الصوت من طراز فلسطين إثنان وبحسب الحوثيين فقد نجح الصاروخ في الوصول إلى هدفه متجاوزان المنظومات الاعتراضية الأمريكية والإسرائيلية أصيب ستة إسرائيليين بجروح خطيرة ومتوسطة جراء صواريخ أطلقت من لبنان وكان مرسلنا قد أفاد بانطلاق نحو عشرين صاروخا من لبنان باتجاه وسط إسرائيل من جهة أخرى أعلن حزب الله في بيان قصفه قبة تيريت وقاعدة جليلوت في ضواحة الأبيب لإضافة لقاعدة بحرية شمالي غرب حيفا وفق بيان حزب الله كذلك أعلن الحزب استهدافه دبابة ميركافا أثناء تقدمها جنوب لبنان نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر سياسي قوله بأن إسرائيل تصر على استمرار حرية عمل قواتها في لبنان ومن المتوقع أن تكون هذه القضية في مقدمة محاور زيارة وزير الخارجي الأمريكي أنثوني بلينكين إلى إسرائيل بحسب المصدر ذاته كما استهدف الجيش الإسرائيلي مبنى سكنيا على أطراف منطقة الغبير في الضاحية الجنوبية لبيروت وكان الجيش الإسرائيلي عفوا قد أنذر بإخلاء المبنى محذرا من أنه سيستهدف منطقة الغبير تزامنا مع انعقاد المؤتمر الصحفي لمسؤول العلاقات الإعلامية في حزب الله محمد عفي في المنطقة المستهدفة وأمهل الجيش والسكان المبنى ما لا يزيد عن نصف ساعة لإخلاءه للمزيد عن المستجدات على الأرض معنا من حاصبي جنوبي لبنان دارين الحلوي ماذا في المستجدات فيما يتعلق بالغارات الإسرائيلية جنوبي لبنان دارين فضيلة دعيني أبدأ من آخر التطورات إذ تبين التطبيقات التي تكشف مكان صفرات الإنذار في إسرائيل أن مسيرات في طريقها في هذه الأثناء إلى حيفا كل المناطق التي عبرتها هذه المسيرات دوت فيها صفرات الإنذار من الجليل الغربي مرورا بنهارية عكا وفي هذه الأثناء تدوي في حيفا إذن حسب التطبيق المعمول به في وكريات بيالك أيضا إذن مسيرات تصل في هذه الأثناء إلى هذه المنطقة حيفا ومحيطها وهذا يؤشر ربما إلى عملية جديدة قد تكون بالفعل نوعية كالتي شهدناها قبل أيام وكان قد نفذها أو شنها حزب الله باتجاه قاعدة عسكرية في حيفا إذن الأمور تتجه نحو مزيد من التصعيد من الجانبين فضيلة اليوم أعلن الجيش الإسرائيلي قبل قليل عن مقتل ضابط وجرح ثلاثة آخرين في إصابات تعرضوا لها في إصبع الجليل إصبع الجليل اليوم تعرض لغرات أو لاستهدافات عديدة من قبل حزب الله طبعا نتحدث عن مسكف عام كرياتشمونة المرج وغيرها من المناطق إضافة أيضا إلى استهداف عدد من التجمعات والتحركات للجيش الإسرائيلي داخل البلدات اللبنانية وطبعا نتحدث عن بلدات مثل كفركلة العديسة الطيبة رب ثلاثين كانت هناك أكثر من استهداف من قبل حزب الله للتحركات وأيضا للمركافة التي دخل فيها الجيش الإسرائيلي إلى هذه البلدات وهي تقع في القطاع الشرقي القطاع الأوسط أيضا اليوم عيت الشعب التي تعرضت لغرات عنيفة ولتفجير للمباني والمنازل كان هناك أيضا استهدافات مباشرة على أطراف عيت الشعب لجنود إسرائيليين هذا يؤشر إلى دخول الجيش الإسرائيلي ربما لمسافات قصيرة لكن هذا الدخول وضعهم تحت نيران صواريخ حزب الله اليوم حتى هذه اللحظة أعتقد أن عمليات حزب الله تجاوزت السبعة وعشرين إضافة طبعا إلى إسقاط مسيرة هيرمز التي أعلن عنها قبل قليل حزب الله 450 هيرمز إذن أسقطها في المقابل غرات إسرائيلية كانت عديدة ولكن الأبرز كان أن الجيش الإسرائيلي في كل البلدات الجنوبية التي دخلها كان يقوم بتفجير المنازل والمباني والأحياء بشكل ضخم جدا فضيلة وربما لم نكن لنتوقع هذا الكم الهائل من الأحزمة من المتفجرات التي توضع في الشوارع والطرقات وأحياء هذه البلدات أيضا قبل قليل في تفاحتة وهي تقع في قضاء صيدة ليست ضمن قرى الحدود وإنما عند المدخل الشمالي للجنوب تفاحتة بلدة تفاحتة كان هناك مجلس عزاء يقام لمقتل أحد عناصر حزب الله وهناك احتشاد كبير وتم استهداف هذا التجمع الشعبي وطبعا هناك وجود عدد لعدد كبير من المدنيين أعداد كبيرة من الإصابات أفدنا عنها ولكن بانتظار رفع الأنقاض هذا إضافة طبعا إلى ما شهدناه بالأمس من استهداف لمحيط مستشفى رفيق الحريري الجامعي في منطقة الجناح واليوم أيضا في الغبير إسقاط مباني بشكل سريع جدا إنما يؤشر إلى نية إسرائيل استكمال هذا التدمير الممنهج أكان للجنوب وحتى لكل المناطق التي كان يقتن فيها مناصر حزب الله أو حتى البيئة الحاضنة لحزب الله حتى تعقد عليهم أي احتمالية لعودة ممكنة إلى هذه المناطق وبالطبع بهدف الضغط مزيد من الضغط عليهم وتبين أن هناك نهجا تدميريا تقوم بتنفيذه وليس فقط في استهداف البنية التحتية التابعة لحزب الله شكرا لك دارين الحلوي في حصبيا أفاد بيان إسرائيلي بأن الطائرة المسيرة عن بعد والتي أطلقت على قصرية جنوب مدينة حيفا أصابت وبشكل مباشر منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يامين نتنياهو وتحديدا نافذة غرفة نومه ويعتقد بأن الطائرات الثلاث المسيرة عن بعد التي أطلقها حزب الله كانت تستهدف منزل نتنياهو إلا أن اثنتين منها تم اعتراضها وفق المصادر ذاتها وأعلن المسؤول في العلاقات الإعلامية في حزب الله محمد عفيف مسؤولية حزب الله الكاملة عن الهجوم الذي استهدف مقر إقامة رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يامين نتنياهو بمسيرة في قصرية شمالة الأبيب تعلن المقاومة الإسلامية عن مسؤوليتها الكاملة والتامة والحصرية عن عملية قيسارية واستهداف منزل مجرم الحرب وزعيم الفاشية الصهيونية نتنياهو إن عيون مجاهدي المقاومة الإسلامية ترى وآذانهم تسمع فإن لم تصل إليك أيدينا في المرة السابقة فإن بيننا وبينك الأيام والليالي والميدان وأقر مسؤول العلاقات الإعلامية في حزب الله بأن إسرائيل لديها أسرى من الحزب كما شدد على أن لا تفاوض تحت النار إن ثقتنا بدولة الرئيس بري تامة وكاملة ونؤكد على موقفه القاطع لا مفاوضات تحت النار وما لا يؤخذ بالنار لا يعطى بالسياسة كما شن مسؤول العلاقات الإعلامية في حزب الله محمد عفيف حملة تحريض ضد وسائل أعلام عربية وخلال مؤتمر صحفي اتهم عفيف منابر إعلامية عربية بالانحياز لإسرائيل في تغطيتها للأحداث في المنطقة حسب قوله معنا من بيروت الكاتب والباحث السياسي السعد بشارة كما ينضم إلينا الكاتب والباحث السياسي فيصل عبدالساتر أهلا بكم أبدأ معك هذا الحوار سيد عبدالساتر أهلا لماذا في هذا التوقيت يعود عفيف للتأكيد بأن الضربة التي أصابت منزل نتنياهو تمت بمسؤولية كاملة وتامة وحصرية من حزب الله لماذا تأكيد المؤكد مساء الخير لكل ضيفكم لكل المشاهدين الرحمة للشهداء والشفاء للجرحة والعودة الكريمة للنازحين طبعا لأنه لم يكن هناك من إطلال لأحد المسؤولين في حزب الله بعد العملية التي استهدفت منزل نتنياهو فكان لابد من التذكير بأن هذه العملية وكما لم يعني يبرز في وسائل الإعلام الصهيونية التي تحدثت عن مسيرة أطلقت من لبنان وكأن هناك جهات متعددة في لبنان المعلوم أن هناك جهة واحدة الآن هي التي تقوم بهذا العمل المقاوم في وجه العدو الإسرائيلي لكن حزب الله آثر على أن يكون هذا الأمر بخلال إطلال لأحد مسؤوليه وكان هذا الإعلام من قبل مسؤول العلاقات الإعلامية الحاج محمد عفيف الذي تحدث في جملة أشياء ومن ضمنها هذه القضية التي تعتبر بالنسبة للإعلام الإسرائيلي والرأي العام الإسرائيلي مسألة مهمة جدا خصوصا أن حزب الله استطاع أن يصل إلى منزل نتنياهو طيب أنا سألتك عن الأوصاف التامة الكاملة الحصرية يعني يؤكد أمرا وكأنه يبعد التهمة عن إيران بأن إيران لا علاقة لها بما جرى ما ردك؟ هل هناك تبني من إيران؟ يعني لم نسمع أن هناك تبني من إيران ولكن لماذا يستعمل؟ يعني كلها عبارات يعني تعني الأمر نفسه التامة الكاملة الحصرية لماذا؟ يعني ربما لأنه صدر عند بعض المحللين كلام من هذا النوع فدفعا لأي شبهة في هذا الإطار المعلوم أن قيادة القوات الجوية في حزب الله والمسيرات على وجه الخصوص لديها من هم محترفون في هذا العمل وبالتالي لا يحتاجون إلى مساعدة أخرى في هذا الإطار طيب سيد أسعد بشارة هل كان الرأي العام في لبنان وفي إسرائيل أو في العالم العربي يحتاج لمعرفة أن حزب الله مسؤول مسؤولية كاملة وتامة وحصرية على ضرب منزل نتنياهو لم يكن حزب الله بحاجة التحية لأستاذ فايصل ولأليك كل المشاهدين لم يكن حزب الله بحاجة لأن يعلن بهذه الطريقة وحضرتك اخترت التعابير الصارمة التي استعملها الحج محمد عفيف لم يكن بحاجة لماذا؟ لأن لا يخفى على أحد أن حزب الله سلاحه وتدريبه والآن قيادته وإدارته جزء كبير منها إيراني وإن كان مقاتلينه وقادته الميدانيين لبنانيين ولكن عملية بهذا التخطيط بهذا الحجم لا ينفذها حزب الله لا ينفذها إلا إذا أخذ ضوءا أخضر إيرانيا وبالتالي هذا تأكيد للمؤكد إذا كانت إيران قد أعلنت بطريقة ديبلوماسية ردا على اتهام إسرائيلي بأن هذه عملية اغتيال مسؤولة عنها إيران فأحد مسؤولي إيران في الأول المتحدة رد بأن لا علاقة لإيران بل هذا حزب الله لأن حزب الله طبعا يتماهى وهذا تقسيم الأدوار والتماهي لا يغير في الواقع شيئا لا حزب الله يخجل بأن بكونه جزء من محور طهران ولا إيران تخجل بأن حزب الله هو الأبن المدلل لها في لبنان أسوة بالحجد الشعبي وبالحوثيين ولكنه الأبرز لأنه الأقوى بين حلفائها والذين سلحتهم في المنطقة وبالتالي هذا تبدل أدوار مدروس الهدف منه رد الطابة إلى إسرائيل والقول بأن هذه ليست ذريعة إضافية لكي تقوم إسرائيل بالرد على طهران لأن إسرائيل قامت بإصدار بيان أيضا مدروس تقول فيه إيران هي المسؤولة عن محاولة اغتيال نتنياهو هذا بالعلاقات الدولية وبالصدى الدولي يعني أن إسرائيل تعطي لنفسها مشروعية بتوجيه ضربات إلى إيران بإضافة إلى مشروعية توجيه الضربات ردا على المئتين صاروخ التي أطلقتها إيران هنا إيران وعزب الله يعني يتم تنسيق الأدوار وهذا كل ما في الأمر لا تحتاج الأمور لا إلى ترجمة وإلى فلسفة بالنسبة لتوزيع الأدوار سيد عبد الساتر حين قال عفيف بأن حزب الله يرفض التفاوض تحت النار هل هو يبعد نفسه عن مساعي بري فيما يتعلق بوقف إطلاق النار الموضوع لم يمر عليه 24 ساعة أولا ليس هناك من تفلسف بس للتوضيح للأستاذ أسعد يعني كلمة لا تحتاج إلا فلسفة يعني كلمة ليست مناسبة في هذا المقام نحن نتحدث عن حرب فيها مش أنت المأصول وفيها تدمير من المعيب يعني أن يتحدث أحد ويقول أن حزب الله يتفلسف هذه ليست فلسفة حزب الله يتحدث عن شيء في عدده يا سيد عبد الساتر باللبناني يعني يفهمها باللبناني إيران هذا شأنه إيران تريد أن تتهم إسرائيل هذا شأنه سيد عبد الساتر هل تسمعني يا سيد عبد الساتر أعلن مسؤوليته نقطة أول السطر انتهى ليس هناك توزيع أدوار وحزب الله لا يحتاج إلى توزيع أدوار عندما يكون هو من قام بأي شيء يقول أنا قمت بهذا الشيء وعندما لا يقوم لا يدعي ذلك وهذا أمر اعتدناه يعني طويلا في حزب الله أما سيد عبد الساتر عندما يقول الحجم محمد عفيف أنه يعني يبدو بأن سيد عبد الساتر لا يسمعوني هل تسمعوني سيد عبد الساتر لأن أود أيضا أن أستوقف السيد عبد الساتر في بعض النقاط التي يشرحها طرحت عليه السؤال لكنه رد عليك سيد بشارة في هذا الوقت أستغله فقط من أجل أن ترد أو تعلق على ما قاله أنه في نهاية المطاف هذا عمل الحزب يعني لا يحتاج الأمر إلى استعمال كلمات من هذا النوع لا أعرف لماذا السيد فايسل استفز من هذه الكلمة وهي الحقيقة يعني ألم يكن ضباط الحرس الثوري يعني من اغتيله مع أمين عام حزب الله كان ضابطا كبيرا في الحرس الثوري من اغتيله كذا موقع في لبنان وفي سوريا كانوا جنبا إلى جنب مع حزب الله فأزان ضباط الحرس الثوري موجودون في قلب الهيكلية القيادية لحزب الله وحزب الله امتنع منذ البداية عن استعمال بعض الأسلحة الثقيلة الباليستي لأن الإيراني لم يكن يريد وبالتالي القيادة إيرانية فهذا التبني هو يشبه يشبه بشكل مصغر عملية الإسناد يعني إيران لم تكن تريد أن تطلق لصاصة على إسرائيل كلفت الحزب بالقيام بعملية إسناد في غزة هو النموذج نفسه يتكرر سأطرح عليك سؤال آخر سيد بشارة بأنه يلعب هذا الدور نعم واضح يعني أعطينا وقت كثير لشرح هذه النقطة أنا أود أن أنتقل نقطة أخرى أيضا صرح بها اليوم عفيف وسألت بشأنها السيد عبد الساتر لكن هناك مشكلة فيما يتعلق بالصوت نقوم بإصلاحها عفيف اليوم قال بأن حزب الله يقول لا تفاوض تحت النار في الوقت الذي رأينا فيه بري منذ يوم أمس مع هوكستين يسعى إلى يعني مساعي فيما يتعلق بوقف إطلاق النار وانتخاب رئيس للجمهورية يطبق القراءة 1701 المخرج يقول لي بأن السيد عبد الساتر أصبح جاهل اسمح لي يا سيد بشارة أذهب بما أنه لم أعطيها الوقت الكافي معلش أعذرني سيد عبد الساتر أنت سمعني صح ولا همك نعم كنت أجيب على السؤال وللأسف انقطع الصوت أنا سألتك عن تصريحات عفيف فيما يتعلق بأن لا تفاوض من حزب الله تحت النار هل يميز الحزب نفسه أم هو يوزع الأدوار بينه وبين بري لم يكن هذا رأي بري يوم أمس لا هذا رأي الرئيس بري طبعا هذا رأي الرئيس بري وهذا الرأي معروف لا الرئيس بري قال أنه رئيس بري قال قال أنه يريد تهدئة لمدة ثلاث أسابيع يجري فيها انتخاب رئيس الجمهورية يطبق هو بنفسه القرار 1701 هذا اقتراح بري لهوكستين وهذا ما خرج للإعلام هذا قاله قبل أن يأتي هوكستين وهوكستين جاء بملف آخر جاء بكلام آخر جاء ليفرض على اللبنانيين كلام الرئيس بري جاء قبل هوكستين سرب في وسائل الإعلام وهذا ربما اتفق معه مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي أيضا قال بدوره نحن مستعدون لتطبيق 1701 وناشط 15 ألف جندي من الجيش اللبناني لكن يبدو أن هوكستين في كل مرة يستسيغ أن يفرض على اللبنانيين باعتباره وصي على لبنان من قبل راعي الإرهاب أمريكا في العالم فهو يظن أنه بتقدم الإسرائيلي في ضربات نوعية لا يستطيع أن يفرض على لبنان لكن فات هوكستين أن هذه المقاومة لو جاء كل هذا العالم لا يستطيع أن يفرض عليها شيء فهي صاحبة الحق ولا يستطيع أحد أن يفرض على صاحب الحق ولذلك قال الحاج محمد عفيف ما لم يؤخذ بالنار لا يؤخذ بالسياسة وهذا الكلام قاله الرئيس بري قال أن أمريكا تريد وترغب في إيجاد حل لكن العبرة في الخواتيم ويبدو أن خواتيم أمريكا كما هي نواياها واضحة سيد عبد الساتر هذا بالضبط ما قالته حماس في غزة يعني هذا بالضبط ما قامت به حماس في غزة يعني هناك من انتقدوا دور حماس بأنها لم تكن منفتحة على الحلول السياسية لتفادي ضمار غزة انظر إلى أين وصل إليه الوضع هل تريد أن يصل الوضع في لبنان إلى موصل؟ لا 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 يا سيدتي لا تكون متحاملة كما يتحامل البعض على المقاومة الفلسطينية والمقاومة لبنانية لا أسألك لا أتحامل لا أسمح لي ما أنت عم تقول لي لأنظر ما أنت عم تقول لي لأنظر ولكن هذا ليس رأيي هذا ليس رأيي يا سيد سيد عبد السادسة حركة عبد السادسة لا يمكن الإنكار أيضا حقيقة أن هذا رأيي سكان غزة يشتكون هذا الموضوع يا أستاذة فضيلة تفضل يا أستاذة فضيلة يا أستاذة فضيلة هناك آراء لبعض اللبنانيين يصفون أنفسهم بأنهم أكثر اللبنانيين وهم لا يمثلون 15 أو 20 أو 30 بالمئة يعني لا نريد أن نأخذ النسبة القليلة من الناس لتكون هي النسبة الكثيرة بعدين الحق والباطل لا يقاس بالأكترية والأقلية الحق والباطل واضح بيّن لا يحتاج إلى كثير شرح الفلسطيني هو صاحب الحق الإسرائيلي معتدي ومحتل ومغتصب للأرض ومجرم قاتل المقاومة الفلسطينية 12 جولة من المفاوضات نتنياه هو الذي سوف هو الذي ماطل بايدن اعترفت بقال أن نتنياه لا يريد حل بايدن نفسه بايدن نفسه كذب كل الادعاءات لمن تسميهم غزيين حركة حماس في 2 تبوز وافقت على الورقة المقدمة من بايدن نتنياه رفضها اليوم حوكستين يعيد نفس اللعبة مع لبنان يعيد نفس اللعبة على نفس الطريقة لا هذا الأمر لن يمر مع لبنان لا يمر مع مقاومة مش قطعت أن تكسر أمف الإسرائيلي في الـ2006 سيد أسعد بشارة أنتم تمثلون النسبة القليلة في لبنان هل توافق؟ والله أشكك بشركة الأحصاءات التي يملكها الأستاذ فايصال والتي توزع أحصاءاتها على اللبنانيين هذه ليست شركة أحصاءاتها هذه بروباجندا وهذه البروباجندا أثبت فشلها لأنها تقوم على الآتي هي تفرز اللبنانيين بين مؤيد إما أن تؤيد طهران أو تؤيد تل أبيب لكن الجواب الصحيح الصادم لهؤلاء ولسردياتهم أن هناك لبنانيين كانوا يقولون لحزب الله لا تستمر لا تفتح هذه الحرب لن تفيد غزة وستؤدي إلى تدمير لبنان وأصر على الاستمرار بهذا الموضوع الآن كلما قال لهم أحد كانت هذه الحرب خاطئة وانظروا ما حذرنا منه يقولون لك هذا صهيوني هذا عميل هذه السردية يراد فرضها على معظم اللبنانيين الرافضين للحرب والمتمسكين الوطنيين بسيادة بلدهم وبأن يكون جيشهم وحده على الحدود وبأن لا يكون وطنهم مسرحا لا لطهران ولا لغير طهران بأن يحموا أنفسهم من أي اعتداء إسرائيلي أو غير إسرائيلي بأن يكون لهم دولتهم المركزية بمؤسساتها الشرعية هؤلاء لا يمثلون 15% هؤلاء هم الأغلبية الوازنة من اللبنانيين التي تغتصب إرادتها بسردية حزب الله ومحور الممانعة الذي يحاول أن يفرض عليهم نظريات وهمية بأنه لو لم نحن الآن كانت البداية لا تقف حرب الإسناد حتى توقف غزة ثم تحولت إلى وقف إطلاق نار من دون ثمن والآن اشتراط فقط لوقف إطلاق النار العودة إلى مقابل عمليات شبعة ومزارع شبعة في ثمانة طيب لماذا كل هذه الخسائر ماذا جميتم من هذه الحرب لا يحق لأي لبناني عفوا ستفضيلة لا يحق لأي لبناني أن يسأل هذا السؤال وإلا كان عميلا إسرائيليا لا يحق لأي لبناني أن يسألت سيد عبد الساتر عن مقاله عفيف اليوم أن لا تفاوض تحت النار سألته إن كان هذا توزيع أدوار بين حزب الله وبين بري أم هو خلاف قال لا هذا ليس خلاف هذا بالضبط مقاله بري ما قولك سيد بشارة باختصار شديد يعني لا تفاوض تحت النار لا نستقبل هوكستين بالأساس لا يحدد له موعد نبي بري هذا التفاوض طيب هناك تفاوض هناك معادلات قوة الشيء الصحيح الذي يقوله فيصل أن الوضع الميداني هو الذي يحدد طبيعة التفاوض الآن بعد الضربات التي تلقاها حزب الله طبعا طبيعة التفاوض تختلف لأن المرحلة اختلفت تماما بعد 17 أيلول ضربات الفيجر اختلفت مرحلة الإسناد نحن الآن في حرب كبيرة الوضع الميداني على الأرض هو الذي يحدد المعادلات على وجه الخصوص إذا ما صمد حزب الله بالتأكيد حزب الله سينال أوراق قوة أما إذا ما نجحت إسرائيل في تحويل لبنان إلى غزة ثانية بأسابيع وأشهر من القتال وطبعا استنزفت حزب الله هذا الأمر سيختلف تماما أما التفاوض فإن نبيه بري هو أب التفاوض وأمه وهو الساعي للتفاوض لن نصدق كل هذه المعادلات الوهمية سيد عبد الساتر الوضع الميداني هو الذي سيحدد مسار التفاوض ماذا لو استنزف الحزب طيلة أشهر مقبلة في هذه الحرب هل يتجرأ الحزب على القول بأنني أريد وقف إطلاق نار أولا لست من أنصار البروباجندا ولا بعمري عملت بروباجندا وأنا قلت الحق والباطل لا يخضع لأكترية وأقلية فأنا لم أدعي أنني أكترية ساحقة ولا يدعي لي أنني أكترية من الخطأ أيضا سيد عبد الساتر من الخطأ أن تتبنى بأنك على حق من الخطأ أن تتبنى على أنك حق أنا بس بدي استحلي شي مرة احكي لحالي بدي استحلي احكي لحالي يعني حكي أستاذ أسعد ما أطعطي أول جملة أنا أطعطيني تركيني كمل تركيني كمل أنا قلت لم أدعي أنني أكترية ولم أقل أن غير أقلية أنا قلت ميزان الحق والباطل ليس له أكترية وليس له أقلية هل أنت إسرائيلي هل أنت لبناني هذا شيء آخر أنا لا أتحدث بهذه اللغة أنا أتحدث نحن أصحاب حق والإسرائيلي مقتصب قاتل مجرم بتقولي الآن أنت فتحت الحرب هذا لا يعني أنك تتهرب وتقول أنني بين طهران وتل أبيب أختار لبنان المسألة ليست بين لبنان وطهران وتل أبيب المسألة بين لبنان وتل أبيب أنت أين هذا هو السؤال اثنين المسألة فيما له علاقة بما تفضلت به أولا الرئيس بري هو رئيس مجلس المواب وهو بالتالي سلطة رسمية شرعية لبنانية لا يصح أن لا يستقبل أحد هو يستقبل كل الناس ويرى ما يلديهم لكن ليس بالضرورة أنه هو الذي يسعى إلى التفاوض في نهاية البطاف كل الحروب تنتهي بالتفاوض ليش نتنياهو وحماس ما كانوا يتفاوضوا بطريقة غير مباشرة بعد كل هذا الدمار معشر جولي من المفاوضات لو كانت حماس لا تريد التفاوض لما ذهبت إلى مصر أو إلى الدوحة صحيح إذن التفاوض ليس معيبا بحد ذاته التفاوض ضمن شروط لمن ليس لديه الحق وأن يفرض على المقاومة هذا لن يكون المقاومة الآن نحن على الهواء مباشرة مراسلتكم قالت أن هناك سرب من المسيرات يتجي إلى داخل الأراضي المحتلة إذن حزب الله لازالت وتيرة الصواريخ لديه قوية ولازالت مسيراته قوية ولازال في الميدان يكبد العدو الإسرائيلي للخسائر غدا أو بعد غد ستسمعين بأسر صهاينا بيد المقاومين وعند إذن سنرى من سيكون لديه الغلبة في هذه المعركة